اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدامه اجداد والناس اللي تحقوه بهاد القناة ان شاء الله غادي تكونوا مزينين وتكونوا بخير على خير غادي نعطيكم واحد صيغة ان شاء الله عشوب مغربية للتفسخة اللي تتعالج الصداع والمشاكل في البيت وتترد المرض من البيت وتترد العياء والتابعة من البيت لأن بخير الناس اللي اشتكوه من العين القوية والحسد القوي والسحر ولكن باش نجمعوا هاد الاسحار كاملين والعين والحسد عدنا ان شاء الله واحد توصيخة اللي غادي تطرد الأقديم وجدل وغادي تحقيد عليكم ان شاء الله المرض في البيت الناس اللي في مرضوا لهم ولداتهم البزاف ودائما ما تنين مرض واحد وتنين واحد ومرض الاخر هذه التابعة في الأولاد والتابعة في المال الإنسان اللي تخسر بزاف ولكن المال ما تشربه تحاجع تيمشي للمال إذن هذه التابعة في المال أو التابعة في الأولاد أو السحر اللي تكون يمرض الناس اللي في البيت هذه تكون السحر المرشوش أو السحر الهوائي اللي تأثر على البيت بالكامل إذن أحبابي الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم هم وغم في البيت لا بد يدروها تستيغال لأنها رائعة وأكثر من رائعة هذا شيء ما سيبانش الناس اللي تديروا هاد الوصفات اللي تديروا هاد بالنية راهوا من اللي يجحوا معهم قال الوصفة ديالي الناس اللي تدخلوا بتعليقات الشكر راه الحمد لله ويسام على الصدر ديالي إذن القرآن لا يجرب القرآن هو من أعظم الصياغ والإنسان يدير السبب والكمال وعلى الله عندي أمراض في البيت عندي أمراض كثيرة تمرض بدون سبب تنعرف بأن طاقة طاقة دخلات البيت ديالي حسد قوي يكون جاء شخص إنسان عنده واحد طاقة الحسد قوية تحرك في المنزل ديالك شاف أتاتك شاف بيتك شاف الأسرة ديالك متساجمة شافك مرتبة في بيتك اعطاك اعطاك طاقة الحسد شيطان الحسد بقى عندك في البيت بقى عندك في البيت مدة طويلة نوض لك صداع مرتي عندك مشاكل بدون سبب هذاك طاقة الحسد أما طاقة العين هي طاقة اللي تدخل الجسد وتتمرضه للمرأة تكون واقفة بصحتها شوية حتى ما تبقاش أنها صحيحة تعرض الأمراض ما تقدرش تخدم ما تقدرش توقف على رجلها هذهك العين العين القوية اللي تتحسي بالتفواه تتحسي ببكاء شديد بدون سبب هذاك تكون العين الحاقدة إذن العين الحاقدة هي نوع تتأثر على البدن بقوة إذا ما تخلصتش منها تتولي لك عقد في الجسد إذن حبابي هذه الوصفة رائعة وأكثر من رائعة غادي نديرها بالقرآن الكريم الناس اللي بغين بغين أنهم يتخلصوا من المتاعب وبغوا أنهم يكونوا إيجابيين إن شاء الله إذن بغيتي تترضي قاعد عكوسة اللي عندك في البيت أو عندك مشاكل أو عوارض دي المرض أو عندك تابعة في المال أو عندك الأبناء التي مرضو بدون سبب إذن هذه الصغة رائعة وأكثر من رائعة حاولوا غير تديرها بيقين القرآن كله يقين وكله شفاء الناس اللي عندهم أمراض في البيت تحسوا بمرض دائما الناس اللي عندهم معكس معكس لهم الأمور كاملة يبغي دير مشروع أو يبغي يلتاج إلى أي حاجة تيبقى في العكس إذن هذه الصغة صالحة ليه بإذن الله باش نطرد العكوسات من حياتي لمسابلية بزر الحويج أو العين أو الحسد إذن أعطيتكم الأسباب التي إنسان أسباب التي تتوقع الإنسان باش تتعرض العكوسات العين والحسد والسحر المرشوش أو السحر الهوائي أو السحر اللي تديروه تفريق بين الأزواج باش أنهم يبقوا عندهم مشاكل ودي مفسراعات ودي مشاكل هذا هو الأسباب أصل السحر هو كله حقد وحسد من ناس ما سيخافوش الله إذن غادي ناخده هذا المكون هو اللي غادي إن شاء الله يعونكم على إبطال جميع الأنواع العين الحسد التابعة أي حاجة ولكن غادي تديروها بيقين إن شاء الله والله هو المستعان على كل الأمور إذن هنا عندي سرغنة وعندي الخزامة وعندي العرعار ثلاث مكونات ثلاث مكونات غادي إن شاء الله نحاول غادي نعطيكم ثلاث وصفات إن شاء الله بحول الله وقوةه غادي تديروها وغادي تحسوا بالفرق إن شاء الله إذن ناخد الخزامة ثلاث دراهم سرغنة خمس دراهم العرعار تلت دراهم رخيصة جدا ولكن القوة ديالها في قرآن العشوب تحرقوا غير الشياطين اللي في الهواء أما القرآن تتبقى الكبركة أو نعمة من الله سبحانه وتعالى إذن حاولوا دائما نستعنوا بالقرآن الكريم الله هو الرزاق لتيق المال لصحاتي وهب أي حاجة ويرفع لك السحر والمتاعب الحياة إذن غد نأخذ هالثلاث مكونات سرغينا هي التسرغينت أو بخور السودان قلبوا عليها كيني الناس يدخلو تيقول لك شنية سرغينا حاولوا أنكم تبحثوا على العشوب باش تبدو تنتوم الوقت اللي نسمع أي نوع من العشوب نبحث عليها علش الله باش أنا نحاول أنني نضيف لنفسي معلومات إذن تسرغينت هي تسرغينت أو سرغينا أو بخور السودان غادي نأخذ كل ليلة غادي نأخذ هاد القننة وغادي ندير فيها جوج معالق ديال هاد المكونات سرغينا سرغينا والخزامة والعرعار كين أنا وضعها حتى السنوج هادي ديال البيت ديالي السنوج تهوى وضعوه أو حبة البركة كين اللي تيحط تحت الفاصوخ الفاصوخ تهوى تحتوه إذن غادي نأخذ كين اللي تيحط حتى الحلبة اللي ما عندوش الفاصوخ يوضع بعض الحبات ديال الحلبة ما يكترش الحلبة يدير بعض معالقة صغيرة ديال الحلبة كل ليلة هاد تحوصخة مائية ماشي بالبخور ماشي بتشي حاجة طاقتك ديال القرآن هو القراءة اللي غادي تقري على هاد المكون وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نترضو زف الموانع اللي كينين في البيت إذن هاد القنينة الصغيرة إن شاء الله غادي ندير جوج معالق معتدينين ديال هاد المكونات لأن هادي غادي نديرها مدة أسبوع وأنا تندير هاد الوصفة غادي نرقدها في قنينة إن شاء الله بحول الله الفاتحة سبع مرات سورة الفلق سبع مرات غادي نقرأ سورة الناس سبع مرات آية الكرسي سبع مرات سورة الطارق ثلاث مرات سورة الطارق ثلاث مرات سورة الطارق رائعة في طرد الموانع وطرد الشياطين من البيت سورة الطارق تقروها دائما في الصلاة أو تقروها دائما مرسلات الناس اللي عندهم أسحار أو الناس اللي عندهم مشاكل في البيت رائعة في طرد شياطين السحر السحر السفلي بخصوصا السحر السفلي إذن غادي نرقدها ليلة كاملة غادي نحاول نقرع لها بالليل من المرة العشاء وغادي نخليها أمام العتبة نخليها والصباح ربح غادي نصفي هذا العرعار والخزامة وصرغينة وناخد غير الماء غادي نرش به الذواية البيت كامل والعتبة والعتبة إن شاء الله بحول الله وقوته إن شاء الله مدة أسبوع غادي الناس اللي عندهم أمراض والناس اللي عندهم مشاكل في الصحة ديالهم غادي ناخد واحد الحفنة ونخوي عليها ما غاديش نتبخها غادي نخوي عليها ماء ساخن ماء ساخن ونصفيها ولكن هاد المكونات اللي خويتوا عليهم ماء ساخن واخدتوا غير الماء ديالهم هاد المكونات اللي خدتوا غير الماء ديالهم وحيتوا البقايا ديال العشوب غادي ننشفهم في الضل مرة مرة نكون في المطبخ غادي نبقى نبخر بهم ما نضيعهم مش لا ديالقنينة ولا ديالغسل غادي نخوي ماء ساخن فوحة سطيلة خليها مدة ساعة لأن نمقي عليها القرآن خليها وناخد غير الماء ديالها خليها نضيف شوية الملحة شوية الملحة مع علقة صغيرة خليها ندخل الإبن ديالي لك المريض ندخله للغرفة دياله نخوي عليها ذاك الماء على الكتفين دياله والرجلين دياله ويلبس الملابس دياله بدون أنه يغتسل بغير يغسل بي حتى الشعر دياله يغسل إن شاء الله البقايا خليها نجمعهم حتى مرة في الأسبوع نبخر بهم يوم الجمعة أو يوم الخميس يومين في الأسبوع كافيين باش ترضي العوارض ولكن توسخ المائية رائعة وأكثر من رائعة حاولوا حيث البقايا ديالهم مزيانين تبخروا بهم حاولوا أنكم تجمعهم وتنشفوهم وتبقوا وتبخروا بهم إلى بغيتوا التبخير ولكن ما نضيعوهمش حتى لا ما بوشوش تبخروا بهم لحوهم في مكان عاشب إذن هذه الوصفة رأيتكم القراءة الرائعة كل يوم غنقرع لها مدة أسبوع كل ليلة نقرأ اللهم بطل عنا جميع العوارض ندير الدعاء ديالي من كم القراءة اللهم بطل العقد اللي في هذا البيت أو بطل السحر أو بطل السحر التمريد أو بطل أي حاجة كين عندك في البيت أو بطل عنا جميع الموانع أو العوارض اللهم منع اللهم بطل اللهم الشافينا وعافينا أنا ترش البيت أو الإبن أو البنت أو نفسك تغسلي بهذا الماء وتلبسي الملابس ديالك وتخلي ولو مرة في الأسبوع تغسلوا بهذا الماء أما رشان البيت باش تطهروا البيت من العين والحسد والتوابع خسني مدة أسبوع رش الزوايا نمسح بها الباب العتبة نمسح كل شي ما نخليش الماء ما نخليش الماء على العتبة نمسح بها الباب نمسح العتبة نمسح الزوايا البيت مدة أسبوع وأنا بشغلة صورة البقرة أو صورة الزلزلة أو صورة الفاتحة متكررة أو الأدان أو الأدان إذن أحبابي اللي عجبتكم هذا الصغير خليوا لي لايك إن شاء الله بحول الله إذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته